التدخل يكون بس فقط علاج طبيعي ولا هو فيه تدخل بأدوية في هذه الحالات سؤال جميل هو طبعا يساعدنا في هذه لسة فقط نحن كطباء عصاب أطفال لكن حتى زملائنا في طباء الأطفال مختصين بالأطفال الحديثي في الولادة إذا كان مثلا حدث نقصان أكسوجين واضح في الطفل في بعض الحالات تستدعي أن الطفل يدخل فيه في برود مثلا يكون يبرد جسمه حتى يقلل من حاجة الدماغ يقصر الإكسوجين حتى تضعف أو تقل احتمالية ضرر الدماغ لكن بشكل عام وظيفة الطبيب طبعا الأطفال أو العصابة أو الطبيب المختص أنه سرعة اكتشاف الأطفال اللي عندهم الإصابة بضمور الدماغ أو الاكتشاف المبكر لأن كل ما اكتشفنا مبكرا كل ما تدخلنا مبكرا كل ما كانت نتائج أفضل في المستقبل هل من عدوية أو علاج طبيعي طبعا العلاج طبيعي هذا هو العلاج الأساس لكل الأطفال اللي عندهم ضمور في الدماغ لا أحد ينكر أهمية علاج الطبيعي كل ما كان مبكر كما ذكرنا كل ما كان أفضل يصاحب أدوية عند الحاجة مثلا الطفل يكون عندهم مثلا تشنجات لا قد الله وهم أكثر عرضة من غيرهم أن يكون عندهم تشنجات نعارج تشنجات بالأدوية إذا كان عندهم مثلا فرط حركة تشتت انتباهنه عالجها بالأدوية يحتاجوا تدخل من الطبيب نفسي أطفال مثلا يكون عندهم بعض الصعوبات تعلم وغيرها ممكن يتدخل في وقتها غالب أن يصاحبهم مثلا ضعف في التغذية فطباء الأطفال أو الأطفال المختصين بالأمراض الماعدة والتغذية يساعدون بإمبوب تغذية مثلا والأمر الأخير موضوع مشاكل العظام قد يكون عندهم مشاكل العظام يساعدنا طباء العظام في الأطفال في هذا الموضوع العلاقة بين ضمر دماغ وبين التاريخ الوراثي أو العائلي مثلا إذا كان في أحد الأبناء جالوا مثلا ضمر الدماغ نسبته إلى الإبن الثاني مثلا الأب أو الأم في تاريخهم مثلا نسبته عند الأطفال هل في علاقة في العام الوراثي مع ضمور الدماغ بشكل عام ننظر لضمور الدماغ أنه مرض غير وراثي لكن تبقى بعض الدراسات تقول أنه قد يكون في نسبة أقل من 5 أو 5 إلى 7% قد يكون له عام الوراثي لكن في الأغلب حدود ضمور أو شرع الأطفال إذا شخص بشكل صحيح لأنه في كثير من الأمراض الأمراض الاستقلابية أمراض الوراثية تظهر أعراضها مشابهة جدا لضمور الدماغ وتشخص بشكل سريع أو خاطئ أن هذه ضمور دماغ وهذه إشكالية فيها لأنه بعضها قد يكون لها علاج والأمر الأخير وإجابة لسؤالك بعضها قد يكون لها علاقة أو قد تؤثر مستقبلا على الحمل القادم هل ممكن تحدث ثاني مرة لأنها مرض وراثي وليس مرض نقصان أكسجين أثناء الولاد لكن إن ذا شخص بشكل صحيح وكان فقط بسبب الولادة المبكرة نقصان أكسجين هذا في الغالب إن شاء الله ما يتكرر ويعني تكون حادثة كان ممكن تحصل لأي حمل بشكل عام عند الناس شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة